في جنوب البلاد مطالبات بإعلان الأهوار منطقة منكوبة ضربة تتفاقم في خاصرة العراق الزراعية والمائية في الأثناء تصل طائرة رئيس الوزراء إلى أنقرة لعقد لقاءات تستمر ليومين عنوانها فتح أوراق ملفات الاقتصاد والمياه التي تحملها أولوية زيارة السوداني نقاش ربط ميناء الفاوب الموانئ التركية عبر مشروع القناة الجافة وزيادة إطلاقات المياه لمعالجة أزمة الجفاف العناوين البراقة التي أخذت نصيبا من الاهتمام العراقي شعبيا قبل أن يكون رسميا سيما مع الحال التي وصل إليها العراق بالتغول على مياهه بفعل إنشاء السدود التركية من جهة والجفاف والتصحر والتغير المناخي من جهة أخرى ما يطرق باب التساؤلات التي أثارها مختصون حول إمكانية أن تأتي الزيارة أكلها على صعيد وطني ينبت جذور الزراعة بعد أن أكلها اليباس تعويل بغداد على توقيع مذكرات تفاهم الاقتصادية أبرزها فتح معبر حدودي ثاني بين البلدين والإعفاء الضربي يراها مراقبون بالمهمة في المنطقة سيما مع التطورات التي يشهدها العالم من تراجع في الأرقام الاقتصادية نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا وتداعيات أزمات التغير المناخي العالمية ومع هذا كله فإن الحديث الأمني الذي يعكس التوتر الحدودي بين البلدين لا يختلف عن ملفات المياه المهمة أيضا إذ يعول الشارع العراقي على أن تحقق الحكومة إنجازا في قضية ضبط الحدود بعد عشرات الوعود التي أطلقتها حكومة سابقة ويرى محللون أن نجاح الزيارة مرهون بتوافق سياسي على مخرجاتها وهو ما لم يحصل في زيارة الحكومة السابقة لغياب التوافق المنشود علامة فارقة تحدد ما إذا كانت حكومة السوداني قادرة على تحقيق وعود الشارع في ملفات أمنية واقتصادية ومائية أو فإنها ستضاف إلى قائمة الزيارات الدبلوماسية الروتينية دون تحقيق جدوى ملموسة على الأرض العراقية والقول على لسان محذرين اشتركوا في القناة